الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فالكلمة الثالثة في التعقيب على كلام للنائب خالد الشطي لما تكلم بخصوص الكويتيين الذين زاروا إيران وأصيبوا بمرض الكورونا أو بعضهم حمل هذا الوباء يقول النائب خالد الشطي عندما يغلب الحقد تجد كيف ينحدر الخطاب وينحدر حتى تطاولوا على الدين واستهزوا بالعتبات المقدسة للأئمة والأولياء وسبق أن علقت على كلمة على الدين والعتبات المقدسة وبينت بأنها ليس من الدين الذي أنزل الله في القرآن دين آخر قد يكون لكن الدين الذي قال الله عزيز عنه في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم فليس من الدين التعلق بالعتبات لا مقدسة ولا غير مقدسة بل الدين هو أن نعبد الله وحده ولا شريكنا لكن يقول النائب خالد الشطي يقولون لماذا لم يحمل إمام الرضاء من استجار به لماذا نزلت بهم الكورونا وهم ضيوف المعصوم والرضاء عليهم السلام طيب يقول لماذا وهو الآن يستشكل لماذا قالوا لماذا لم يحمل الرضاء من استجار به وهل يجوز الاستجارة بغير الله عز وجل أليس الرضاء مخلوق الواجع المسلم أن يستعيد بالله عز وجل وأن يستجير بالله تبارك وتعالى فالكلام هذا وجيه جدا أسأل الله أن ينفعك به حقا لماذا يستجيرهم بالرضاء أو بعلي أو بالحسين أو بغيره رضي الله عنهم جميعا لماذا لا يستجير الإنسان بالله تبارك وتعالى أليس الله بكافة عبدة فالاستنكار لماذا يستجيرهم بالرضاء حق هذا ما قال الله في كتابه وقال الرسول عليه السلام في سنته أردت أن تستجير أن تستعيذ أن تستغيث أن تدعو أن تتوكل أن تعتمد عليك بالله عز وجل وحده لا شريكنا فهذا خطأ كبير أن يستجار بفلان وفلان من المخلوقين الله عز وجل يقول وهو الذي يجير ولا يجار عليه تأمل وتدبر قرآن الله عز وجل هو الذي يجير عبده إذا استجاره طلب منه الجوار والنصرة والشفاء والولد والعافية فذلك الله عز وجل القادر على كل شيء وذلك من الله إما من قتل يعني ما استطاع أن يدفع عن نفسه بل قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا رشدا فكيف يستطيع لغيره بعد وفاته تدبر القرآن إذا كان الإنسان في حياته ما استطاع أن يذب عن نفسه من اعتدى عليه بالقتل فكيف بعد وفاته يستطيع أن يرد الكورونا ولا غيرها عن الأمة عن العالم المساة تحتاج إلى قليل التفكير والتدبر حتى تعرف أنت أين أنت في عقيدتك نعم لا يجلد استجارة لا بالرضا ولا بغيرها وأما قولك المعصوم فهذا اعتقاد لا دليل عليه ولكن الأدلة ضده لو كان معصوما لما ذهب حيث قتل إذن ما يعلم الغيب هو يجتهد وخرج الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وأمه إلى العراق فكان استشهاده هناك إذن ما يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لما ذهب إلى هناك وقتل بل لو كان يعلم الغيب أنه سيغتل لكان ملاما كيف تذهب إلى مكان هلكتك فتهلك أنت ومن معك لكنه لا يعلم وذاك ربنا جل وعلا يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكيف يعلم الغيب الحسين أو الرضا أو غيرهما لا والله يقول في كتابه قل لا يعلم من في السمات والأرض الغيبة إلا الله فلذلك يخطئ الإنسان كل ابن آدم خطاء ليس ثم أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عاصمه الله ما يبلغ خطأ يبلغ الدين كما أنزله الله عز وجل ولو لم يجعله الله معصوما لو أقع في الخطأ واختدوا الناس بالخطأ لكن جعل الله معصوما ليغتدى به فقال جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اقرأ القرآن الذي تحتاج إليه يا حضرة النائب أن تقرأ القرآن وأن تتدبره فإن الله لم يذكر في كتابه أنه ثم أحد قدوة وأسوة حسن يقتدى به كل ما يقول وكل ما يفعل إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله عز وجل أما غيره فكل إنسان يصيب ويخطأ فهذا اعتقاد لا يصح أبدا أن يقال فلان المعصوم إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم ثم يقول النائب خالد شطني نفس الخطاب الذين شمتوا بالشهداء الحرم المكي الذين هوت عليهم رافعة البناء ما الذي تشمت؟ يعني أخشتك أنت تتخيل أن في أحد تشمت بمن وقعت عليه الرافعة في الحرم ما في حد شمت أصلا فأنت قد تخترع كلاما أو تتصوره تصورا لا حقيقة له ما في واحد يقول لماذا فلان يموت الموت كتب الله على كل نفس حتى أن الله عز وجل لم يضمن لمن خرج حاجا أن لا يموت أو أن لا يصب حادث ما قال الله ذلك فلا يمكن أن تجد مسلما يقول يتشمت لماذا وقعت عليهم الرافعة؟ كما يرسل الله الرياح والزلازل والهزات الأرضية والحوادث كله بيد الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى فهو رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين والإنسان لا بد أن يموت مصيره أن يموت إما أن تقع عليه رافعة أو على فراشة أو في حادث أو في مرض كله نفس ذائقة الموت ولكن ماذا ينقصك أن تتدبر يا حضرة النائب أن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيتي مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله وكان الله غفورا رحيما الذي ذهب للحج طاعة لله عز وجل أمره الله بذلك فقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ففرق كبير بين أن يخرج المسلم لأن الله جل وعلا آمره أن يحج إلى بيت الله الحرام ويدركه الموت أو يقع عليه حادث ويموت فهذا وقع عجره على الله لكن أن يذهب العتبات التي لا قدسية لها من القرآن ما في قدسية لها عطنا الآية في القرآن أن لها قدسية أصلا هذه ما وجدت ألا بعد ما أنزل الله القرآن فهل يقال أن من تقصد زيارة الرضا أو غيره ثم مات هناك وقع أجره على الرضا ولا على من تأمل تدبر الذي يخرج مهاجرا في سبيل الله الذي يذهب لنداء الله ولله على ناس حج البيت ثم يموت فقد وقع أجره على الله لكن الذي يذهب إلى مزار ما أنزل الله بي من سلطان ما أمر الله به ولا ذكره في قرآنه فيموت فيكون أجره على من هل يكون أجره على الله طيب ربنا ما أمرك بهذا أصلا الذي يذهب الحج أجره على الله لأن الله أمره بذلك لكن الذي يذهب إلى المزارات ما أمر الله بذلك هل يقع أجره على من زاره على الرضا أخشان تقول نعم هذا أيضا يثيبه ويدخله الجنة هذا الذي باقي لا هذا خطأ كبير فالذي يذهب الحج لو أصاب حادث فهذا أمر الله عزيزي كل نفسا ذاقت الموت وإذا وقع في مصيبة أو وصيبة ببلاء فأجره على الله سبحانه وتعالى ففرقا كبير فإذا الخلاصة لم نسمع مسلما تشمت بأولاكا الذين وقعت عليهم الرافعة في الحرم المكي فإذا قاله كافر فالكافر لا عبرة بكلامه ثانيا الذي خرج إلى مكر الحج إنما خرج بأمر الله عز وجل ثالثا أن الذي خرج بأمر الله عز وجل وأصيب بحادث أو وفاة أو مصيبة أو كسر أو جرح فقد وقع أجره على الله فشتان بين من يخرج طاع الله عز وجل وبين من يخرج إلى مزارات ما أنزل الله بمسلطان ولا أمر الله بها وليس لها ذكر في القرآن هذا ما عندي من تعقيب على كلمة النائب خالد الشطي أسأل الله أن ينفع بها قبل أن أختم بعض الناس يقول هذه الكلمة قد تفتح عليك بابا فيشتكي عليك النائب خالد الشطي أو يرفع عليك قضية أقول إذا رفع لي قضية فهذا بحمد الله يدل على ماذا على أن كلامي بلغه وهذا المطلوب لأنني أريد النصيحة أنا أريد النصيحة أريد أن يصل كلام إليه فلن يرفع قضية إلا وقد بلغه كلامي وهذا ما تقرب به الله عز وجل ويكون كلامي القرآن لا كلام شخصي القرآن الذي تلوته عليك يكون حجة لك إذا أخذت به فتعبد الله عز وجل ولا شريك له وتدعو الله عز وجل ولا شريك له وتنذر لله وحده وتذبح لله وحده وتأتي بالعباد كلها الله وحده فيكون هذا حج لك أخذت بالآيات القرآنية التي أمر الله عز وجل أن نجعل عبادك كلها لله وإذا أبيت وردت هذه الآيات صار أحج عليك فأنا قمت بهذه الوظيفة ترفع على قضية ما ترفع على قضية هذا أمر راجع لك لكن يسرني أن كلامي قد وصل لك فإذا رفعت قضية معناه أن كلامي قد وصل لك وهذا هو المطلوب هذه واحدة الثانية لا ينبغي أن يقال لمن ينصح فلان سيرفع على قضية فتخوفه لا أما أنت أما تساعد أخاك على النصيحة أو تسكت إذا أنت عجزت عن نصيحة أو سكت وما نصحت فإذا قام غيرك تخذله وتقول يرفع علي قضية هذا غلط ثم لو رفع قضية ماذا سيحصل أن يصيبني شيء لم يكتبه الله علي كلا كلا فإن الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا حتى ما قال علينا لنا إن أصابتني مصيبة ورفع القضية ودخلني مشكلة فهذا أمر الله عز وجل وأصابني ذلك في سبيل الله في سبيل دعوة للتوحيد وعيوة الله وحده الله شريك له فلا ينبغي أن تخذ الأخاك المسلم وهو يدعو إلى توحيد الله ويسمع الناس الآيات التي فيها أمر الأمر بعيوة الله وحده الله شريك له تقول قضايا قضايا فليرفع قضية ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ثم لنصيحة أخيرة بعض الأخوة الذين عرفوا الحق وتسننوا خلنكون صريحين وتسننوا وأخذوا عبد الله وحده الله شريك له وعرف الأخطاء التي تقع في تلك المزارات كثيرا منه الأسف ساكت الدين النصيحة بني جلدتك وأقربائك ممن ما زال متعلقا بالمقلوقين الأموات يزورهم ويحج إليهم ويذبح لهم وينذر لهم اليوم أمامك وسائل سجل مقطع وانشر وقل أنا كنت مبتلى بهذا الأمر نشأت مع والدي على زيارة المزارات والتعلق بها وتعليق التمام والذبح لغير الله والحلف بغير الله والخوف من الأولياء فنتجان الله من ذلك لأنه قد قد يسمع لك ما لا يسمع لغيرك لأن بعض الناس قد تأتي صورة مشوهة أقولك هذا وهابي هذا فيه وفيه أمكن لك أنت الذي أنقذك الله عز وجل من تلك الزيارات وعرفت حقيقتها وعرفت التوحيد وإخلاص الدين لله يجب أن يكون لك موقف مشرف واضح ونصيحة لله عز وجل لبني جنسك لقرابتك لمن هو مبتلى بالتعلق بالقبول والمزارات فأخلص الدين لله وادعو الآخرين أن يخلصوا الدين لله عز وجل أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لي والنائب خالد الشطي ولكل من يسمع كلامي لأن هذا الأمر مبتلى حتى من ليس بشيعي ناس في ناس أيضا سنة أيضا تعلق بالقبور والمزارات هذا أمر مبتلى يعني كما يقال طمت به البلاد وابتلي به العباد ليس هذا قاصرا على على كربلاء ولا على مشهد ولا على غيرها بل موجود في كثير من الدول العربية والإسلامية لا تعلق بالقبور ولا الأموات بل ندعو أنفسنا والآخرين إلى أن يتعلقوا بالحي الذي لا يموت كما قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل الله حي لا يموت ويجيب دعوة الدعوة إذا دعاه وأمرنا ووعدنا فقال وقاربكم دعوني أستجب لكم فإذا أمر وجب علينا السمع والطاعة وإذا وعد فإن الله لا يخلف المعاد والله يقول أليس الله بكاف عبده بلى والذي لا إله إلا هو كاف عباده جميعا لا حاجة إلا أن ندعو المخلوقين وإنما ندعو إلها واحدا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين